وَسَمَاحَاتِ الْإِسْلَامِ يَا فِطْرَاتُ الْإِنْسَانِ يَا يَقْضَاتُ الْأَفْهَامِ لِلَّهِ عَعَدُوا بَعْدَهُمَ تَرْقُودُ جَلْ أَوْهَامِ زَوَرَ الضِّيَاءُ كُلُوبَهُمْ فَمَحَ عُقُودَ ظَلَامِ فَمَحَ عُقُودَ ظَلَامِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة التي ننقل لكم فيديوهاتها من قلب إفريقيا مشروع دعوة غير المسلمين إلى الإسلام مشروع مساعدة المسلمين إغاثة المسلمين إعطاء المحتاجين في تلك البلاد الفقيرة في تلك البلاد التي تعيش على الفطرة في القرى لا كهرباء ولا ماء في القرى يا إخواني القرية تعيش على بئر والبئر يعني مضخة ماء أو ترمبة ماء هذا البئر يكفي قرية كلها بل حولها عدة قرى لا تمتلك هذا البئر فالردل يأتي ثلاثة كيلو يملأ آنيته ثم يرجع ليستعملها شربا واغتسالا وكذا طوال إلى 24 ساعة وكل يوم بهذه الطريقة فنحن نقوم بحفر هذه الأبار البئر هناك يكلف أربعة ألاف دولار نحفر البئر لكي يخدم القرى وما حولها والناس مجرد ما يحفر البئر بفضل الله تسلم وتدخل في الإسلام ونحن الآن سوف نرى الآن هذا المشهد من دولة ملاوي وسوف تروا الواقع بأعينكم فتابعوا معنا هذا الفيديو لتروا الواقع بأعينكم الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد إن شاء الله اليوم سينتقل الوفد أنا والشيخ أسامة إن شاء الله إلى بعض الكرة التي كان بها أبيار معطلة وتم الاتفاق مع بعض المهندسين على إصلاح هذه الأبيار لأن هذه تعتبر مرحلة أولى بعض الأبيار معطلة فنستطيح أن نصلح هذه الآبار قبل أن نبدأ في حفر أي أبيار أخرى لأن هذه الأعطال ربما تكون قليلة جدا وتكلف قليل من المال لكن هنا لا يستطيعون جلب هذا المال فنحن إن شاء الله كلفنا أحد المهندسين بإصلاح بئرين أو ثلاثة أبيار بئر في قرية لبولولو وبئر في قرية مالة وبئر في قرية تنبالة إن شاء الله الزيارة النهاردة إن شاء الله برضو هنزور المسجد الذي تم بداية البناء به مسجد في قرية يندة وهناك مسجد آخر سيتم المرور عليه إن شاء الله في قرية كالمبو إن شاء الله عز وجل اليوم الجمعة لن نستطيع أن نزور الكتتيب أو المدارس لأن النهاردة لهذا اليوم يعني يوم أجاز فإن شاء الله سوف نزور هذه الأبيار ونفتش على هذه الأعمال هل تم إصلاح البئر أم لا هل البئر يعني معطل أو لم أو تم إصلاحه وإن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام وعصب الله صلى الله عليه وسلم كما تكلم أخي الشيخ محمد حفظه الله تعالى نحن تحت إشراف فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى قد جئنا إلى هذه البلاد لأننا قد علمنا أن هذه البلاد كانت قبل مئتي عام كانوا ثمانين بالماء مسلمين والآن النسبة أقل من ثلاثين أو ما تعادل ثلاثين تنصر هؤلاء يوم أن تخلى المسلمون عنهم يوم أن تخلى المسلمون عن أطفالهم وأصبحوا تحت وطأت الكنيسة وتحت وطأت التنصير فلم يراعوا فيهم أي احترام لحقوقهم ومعتقداتهم فجعلوا الأديان وجعلوا تغيير العقيدة الإسلامية مقابل المال ومقابل الطعام وبفضل الله تعالى يصر لفضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى والإخوة القائمين عن هذا الأمر أن ينظروا إلى هذه البلاد وهذا من فضل الله علينا وعليهم أن يصر لنا الدعوة إلى الله عز وجل لأن هذه الدعوة هي أشرف المناصب قاطبة فلا أشرف في الدنيا من الدعوة إلى الله عز وجل لذلك نحن جئنا إلى هذه البلاد وبفضل الله تعالى أسلم الكثير من الناس أسلم أناس كثيرون جدا جدا فبفضل الله تعالى لماذا؟ لأنهم بالله سمعت كلمة من امرأة قالت لي كادت الدموع تخرج من عيني يوم أن قالت لي وكنت أرى الدموع في عينها كلامكم هذا يدخل القلوب ونحن نقبله وأعلنت إسلامها لله عز وجل فهذه البلاد مفتوحة كما ترون ولكن نحن نعمل في هذه البلاد ليس أدعو إلى الله عز وجل فحسب أن ندعو الناس إلى دين الله عز وجل ثم نتركهم هكذا لا بل نبقى هنا حتى نحاول أن نؤسس ونربي أطفال المسلمين على وكما ترون أن نحن نركب السيارة اللهم استعاني يعني ولكن فتجي دوماً لا إله إلا الله 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 موسيقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بسم الله صلى الله عليه وسلم لأسف هذه نفس قد تفلتت مننا إلى النهاية فهو قد مات على النصر النهاية لذلك نحن في هذه البلاد هؤلاء ناس كثيرون والله لا يستغرقون من الوقت والله ليس إلا أن ندعوهم إلى الله عز وجل فينقلب من النصرنية إلى الإسلام من الظلمات إلى النور فنحن نحتاج الدعاء إلى هذه البلاد من لإخوانكم هؤلاء الماتوا على الكفر الماتوا على النصرنية لذلك نحن نريد أن ندعو الناس هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا أن تعرض عليهم الإسلام حتى يقبلوا به فأنا والله الذي لا إله إلا هو كأني أشعر بالحصر على موت هذه النفس التي لطالما اشتاقت القلوب إلى أن نتكلم ونهديهم إلى الإسلام لذلك أقول للإخوة الدعاء الله الله في إخوانكم الله الله في المسلمين هنا الله الله في الناس البلاد مفتوحة والدعوة مفتوحة هنا تحتاج إلى من يدعوهم إلى دين الله عز وجل بالحكمة والمعوظة الحسنة ووالله دخولهم الإسلام إن شاء الله سهل وميصر وهذا بفضل الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن تلامس هذه الكلمات قلوب الدعاء إلى الله عز وجل حتى يأتوا إلى هذه البلاد لدعوة هؤلاء النصارى إلى الإسلام فوالله هم إن شاء الله تعالى نحسبهم أنهم سرعان ما يعودون إلى فطرتهم إلى الإسلام إذا دعوا إليه أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأسأل الله عز وجل أن يفتح بنا هذه البلاد إزاق الله خير أسأل الله عز وجل 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 شربوا شربوا لا أسأل الله ما شرب ن П classic نسجد على الأرض هكذا القبل هكذا هكذا قل لهم سنسجد سجدة شكر لله على هذا الماء الذي رزقنا الله إياه الله أكبر الله أكبر حنيئا لكم هذا البيئر وعصر الله تبارك أيها الأحباب الكرام وكان هذا أول بئر نفتتحه هناك في هذه الدولة والآن بفضل الله آخر تقرير وصلني بفضل الله افتتاح وتصليح 73 بئرا في 73 قرية أخرجت الماء فعلا وبدأ الناس يشربون وبدأوا يشعرون بأن الإسلام قول وعمل وأن الإسلام يحسن إلى الناس جميعا وأن الإسلام لا يفرق في إحسانه بين المسلم وغير المسلم فيحبون الدين ويحبون الإسلام أيها الإخوة الفضلاء هذا البئر الذي رأيتموه يكلف أربعة ألاف دولار تقريبا لكنه يسقي قرية بأكملها يشربون ويقتسلون ويتوضعون من هذا البئر وإذا كانت القرية نصرانية وحفرنا فيها هذا البئر لله تبارك تعالى قلنا هم اشربوا فإذا بهم يدخلون في دين الله أفواجا وتسلم القرية بأسرها بسبب بئر حفر فيها فهنيئا لمن كان سببا في إسلام القرى هنيئا لمن كان سببا في أن يشرب الناس وأن يشربوا هذا الماء النقي الذي يخرج من باطن الأرض نقيا ذكيا طاهرا بفضل الله عذبا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر أيها الأحباب من أراد أن يتواصل معنا في مشروع دعوة غير المسلمين في أفريقيا فليتواصل معنا على الرقم التالي 010-2-3-4-54-11 010-2-3-4-54-11 وفي السعودية ودوء الخليج 045-40-8 045-40-8 نحن نقول لإخواننا المسلمين في كل مكان إن هناك من الناس من ينتظركم ينتظر النور الذي معكم إن هذه القرى أيها الأحباب الكرام قرى كثيرة وتتمنى أن ندعوهم إلى الله وندعوهم إلى الإسلام أخي الكريم حاول أن تنفق من وقتك من جهدك من مالك من علمك لدعوة هؤلاء إلى الإسلام نعم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ما من بيت مدر ولا وبر إلا وسيدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يظل الله به الشرك وأهله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملكي سيبلغ ما زويا لي منها صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله أيها الأحباب الكرام أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته